فريق محترم أدى مباراة قوية النادي الأهلي بيفوز في اللحظات الأخيرة لكن كان ند قوي أمبي أبرز اللاعبين اللي عجبوكم من أمبي بشكر طبعاً الأول فريق أمبي طبعاً بالإدارة بتاعته كابتن محمد سماعين طبعاً رئيس القطاع وكابتن براهيم محمد وطبعاً كابتن سامي نادا عمل فرقة كويسة بلعبوا كورة وشفناهم في بداية الماتش مكنوش خايفين أو هيبين اللقاء بلعبوا من أول ديها على ملعب النادي الأهلي مع فرقة النادي الأهلي لعبوا كورة وبينقلوا عندهم مجموعة من اللعيبة كويسة وعلى فكرة أمبي من الأندية اللي بتبقى حارسة وصامة مش على أن هي تاخد بطولة على أنها تطلع لعيبة للفرقة الكبيرة وشفنا السنة اللي فاتت الفرقة الكبيرة بتاعت أمبي أكتر فرقة في الدوري بتلاعب ناشئين خلي بالك طاعت ناشئين بالنبي بيصدر لكل الأندية في مصر بالظبط وأكثر فرقة فعلة السنة اللي فات في الدور الممتاز لعبه مجموعة كبيرة كابتن حلم طولان طبعا مجموعة كبيرة من الناشئين ده ده الليل على أن القطاع يعني فيه فرق كتيرة على مستوى عالي لو مستكنة فرقة إمبي النهاردة من الناس اللي عجبتني علي إهاب ده تحت المهاجمين لعب كويس قوي قوي ده اللي أحرز الهدف اللي أول لإمبي كان هدف التعادف لعب كويس جدا جدا اللي اتنين الديفندرات كمان هارون وزيزو لعبها كويسة جدا اتنين المهاجمين إبراهيم محمد وعبدالله طارق مهاجمين كويسين حتى برغم الهدفين اللي دخلوا في حرس المرمى نور إنما هو حرس على مستوى كويس وأداءه كان كويس طول المطش فرقة كويسة كسبان المطشات بتاعتها اللي فاتت ماشي كويس في البطولة إن شاء الله بإذن الله حليفهم التوفيق في المبارات القادمة